موسيقى أهلا بكم لم تكن تظاهرات ثورة تشرير الحالية حدثا استثنائيا في عراق ما بعد العام 2003 رغم أنها كانت الأضخمة والأهمة والأخطر على النظام السياسي منذ الغزو الأمريكي عام 2003 جوبهت هذه الثورة والثورات التي سبقتها باستخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية الحكومية وميليشيات الأحزاب الطائفية بالإضافة إلى الإخفاء القسر والاعتقال غير القانوني والاغتيالات للمتظاهرين والناشطين في هذه التظاهرات ضيقت ثورة تشرير الحالية الخناقة على النظام السياسي برمته وبات هذا النظام في حرج كبير وتحت ضغط أكبر بسبب ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحة إلى أعداد لم تصلها في أي تظاهرات سابقة إذ بلغت في هذه التظاهرات أكثر من 21 ألف شهيد ألف بين شهيد وجريح أين تقف ثورة تشرير اليوم وما هو المطلوب منها وطنياً هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسنة التالية أين تقف ثورة تشرير اليوم بعد ثلاثة شهور على تفجرها وتقديمها ألاف الشهداء وعشرات الألاف من الجرحة من متظاهرها وما هو المطلوب منها وطنياً في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ العراق حتى تبلغ أهدافها الوطنية التي تفجرت من أجلها وكيف ينظر ثوار التشرين إلى ألاعيب أقطاب العملية السياسية في محاولة الالتفاف على مطالب المتظاهرين والمتمثلة برحيل العملية السياسية وأحزابها الفاسدة كافة وكيف نجحت هذه الثورة في تعميق مأزق العملية السياسية وزيارة تخبط وتناحر شركائها وداعميها لسيام إيران ولماذا يرفض ثوار التشرين أي من شركاء العملية السياسية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني نظير القندوري ثلاثة شهور وثورة تشرين في تصعيد مستمر حتى باتت التظاهرات رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو إخماده أو السكوت على متطلباته وصل الصوت العراقي إلى أرويقة المجتمع الدولي وأصبحت المطالب واضحة للعالم إسقاط النظام بجميع رموزه وكتله السياسية لكن ماذا عن هذه الكتل؟ هل استوعبت المطالب أم سمعتها وتجاهلتها؟ المنظومة السياسية اعترفت بوجود الحراك الشعبي لكنها مصرة على تحويره إلى احتجاجات من أجل الإصلاح رغم يقينها أن الفساد قد تجذر بها ولا يمكن إصلاحه ومن أجل ذلك ظلت تعيد الاستوانة ذاتها كلما استجد جديد إعادة تدوير العملية السياسية وتعديل بعض قواعدها كتعديل قانون الانتخابات وتقديم مرشحين جدد خلفا لعادل عبد المهدي آخر طرق الأحزاب والكتل للالتفاف على مطالب الثورة هذا الالتفاف لا يعني بالضرورة الرضوخ لمطالب الثوار بقدر ما هو تلميع سياسي ومحاولة ترقيع أمام الرأي العام خوفا من تصعيد دولي اتجاه النظام السياسي في بغداد بعد أن أوغل بالدم ولم يعد بالإمكان التغاضي عن جرائمه مقابل سلمية الثوار الذين يتعرضون لأعثى آلات القمع والاستبدال ما حققته الثورة حتى الآن هي أنها أسقطت الورقة الطائفية التي كان السياسيون يستثمرونها للبقاء في السلطة كما أنها حطمت في نفوس العراقيين حاجز الخوف إضافة إلى أنها ولدت نتيجة وعي سياسي وثقافي شعبي أدرك خطورة المشروع الإيراني في العراق ويكفي للثورة أنها قامت على أيدي شباب يعدون أمل العراقيين في صناعة حياة أفضل أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في ما المطلوب من ثورة التشرين المطلوب الوطني من ثورة التشرين الحالية وهو أين تقف هذه الثورة ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق ومعنا أيضا الأستاذ نظير القندوري الكاتب والباحث السياسي العراق مرحبا بالضيوف الكرام جميل حياكم الله نبدأ مع دكتور رافع دكتور يعني ثورة التشرين الآن تقترب من عمر ثلاثة أشهر قدمت آلاف الشهداء والجرحى حوالي طبعا ألف شهيد وعشرين ألف جريح اختطاف اعتقال تغيب إلى آخرهم أين تقف هذه الثورة الآن بعد ثلاث أشهر وهذه الحصيلة أو هذا الثمن الغالي الذي قدم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أستاذ ماجد المثورة استطاعت أن تكون الرقم الأصعب الآن في المحادلة العراقية رغم كل ما يقال عن وجود حكومة الدعون وجود حكومة ودولة وقوى أمنية وقوى سياسية وقوى ميليشياوية لكن يبقى هذا الحراك يبقى هذه الثورة بكل مكوناتها من ثوار شباب وأهل العراق كلهم الذي يدعموها هي الرقم الأصعب الآن وهي من ستفرض إرادتها على الجميع في هذا الصراع الواضح الآن ملامحها منذ وعد تشيني الأول إلى الآن وضعت ملامحها بشكل جلي للجميع أن هناك صراع إرادات بين سلطة فاسدة سلطة بإطارها العام السياسي اللي يسمى العملية السياسية بكل أحزابها وقواها والشعب العراقي فالشعب العراقي الآن اللي نتحدث عنه كقوى للثورة هو شعب العراقي الشعب العراقي الآن صارت له القيمة العليا في إرادة بلده في تغيير إرادة بلده في رسم صورة بلده في رسم حاضرة ومستقبله لذلك يشكل الرقم الأصعب هذا باختصار شديد موقع الثورة الآن هي الرقم الأصعب في هذه المعادلة التي تجري على ساحة العراق رغم تأثيرات الخارجية والتأثيرات الداخلية نعم دكتور عبد الحميد العاني الآن الثورة بعد ثلاث أشهر تعرضت لكثير من الاستنزاف الدموي هناك طبعا كما أسلفنا ألف شهيد هناك آلاف الجرحة هناك عمليات تغييب هناك محاولات لإخماد هذه الثورة تفتيتها إنهاكها محاولة إخمادها يعني بكل طرق طبعا من قوة السلطة هل تعتقد أنه الآن الثورة بعد هذا الوقت بعد هذا الثمن الكبير مستنزفة بنفس الزخم بنفس القوة التي كانت عليها في على أقل في الأيام الأولى لتفجرها نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد استمرار الثورة لهذه إلى اليوم يعني ظلت المدة هذه الطويلة والثمن الكبير الذي دفعته كما ذكرت نعم نقترب من الثلاثة أشهر نعم هذا عامل مفاجئ جدا لمن راهنوا على عامل الوقت وقالوا أنها أو أن الثوار سيتعبون وسيرجعون إلى بيوتهم هذه المفاجئة هي نفسها فاجأتهم حينما انتفض هؤلاء وثاروا ضد هذه الأحزاب الذين كانوا يظنون أن هؤلاء هم حاضنتهم هذه الاستمرارية والذي شكل هذه المفاجئة اليوم هي كما ذكرت دكتور عامل أو رقم صعب هي باتت اليوم أكثر رسوخ من قبل نعم ربما الوتيرة تزداد تصعد وتنزل بين الحين والآخر لكن نعتقد أنها اليوم هي أكثر رسوخا من السابق أكثر تنظيما امتدادها الأفقي انتشر وانتقل إلى شرائح مجتمعية مهمة جدا ولسيما حينما انتقلت هذه الثورة إلى شريحتين مهمة شريحة النقابات وشريحة الطلبة ودائما الطلبة هم عمود الثورات في كل البلاد التي تقام تعتمد على هذه الشريحة لا سيما شريحة الشباب الجامعي لأنها أولا تمتلك هذه الشريحة وعي وإرادة وفاعلية وأيضا عدد كبير وكمية يعني كم في المجتمع هذه الانتقالة اليوم لهذه الثورة اليوم باتت أو جعلتها اليوم من الصعب تجاوزها وهي اليوم عليها أنه أيضا يعني كما أنها هي اليوم حققت هذا الشيء لكن عليها أن تنتقل إلى مراحل أخرى أكثر حتى تجدي أكثر سنتحدث عن قضية ما المطلوب منها في الانتقال إلى مراحل أخرى أستاذ نظير القندوريو طبعا في هذه النقطة قضية يعني أن الثورة مطلوب منها أن تنتقل إلى مرحلة بعد هذه الإنجازات وبعد هذا الثمن الكبير الآن الثورة الآن بعد ثلاث أشهر لا زالت يعني في نفس المكان تقريبا يعني هي الثوار في الساحات والشوارع والميادين العامة ليس هناك من خطوة أخرى في سبيل اقتلاع النظام إزالة النظام هل هذا منجز كافي؟ يعني الآن هل ينظر إلى هذا الوضع الآن الذي عليه الثورة الآن على أنه منجز مهم قد يكون أساس لخطوة أخرى يبنى عليها طبعا نعم حياك الله سلام يعني أنا فقط أريد أن أبني على ما تطرق به أستاذ رافع حول أن هذا الحراك أصبح الآن رقم صعب بل أنا تجاوز هذا الأمر وأقول هو العامل الأكثر تأثيرا في الحراك السياسي الموجود الآن في العراق وهذا التخبط الذي نراه الآن في الحركة السياسية والطبقة السياسية في العراق ما هو إلا نتيجة ما يحدث بالحراك الشعبي وقد يعني من ملاحظتنا لهذا الحراك وفعالياته سواء في بغداد وباقي المحافظات نرى أنه كان يمتاز بأنه يرتقي من مرحلة إلى أخرى وهو ليس حراكا جامدا تعددت أساليبه وتنوعت فعالياته بل وتنوعت الناس الذين يشاركون في هذا الحراك كما ذكر أخونا يعني شريحة الطلبة شريحة النقابات بل حتى بسطاء الناس والكسبة دخلوا في هذا الحراك ووصل إلى الأمر إلى حتى الأطفال والنساء وكبار العمر لكن أنا أقول بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة أنا أعتقد هي مرحلة حرجة الآن النظام يعيش فيها كون أنه تم استقالة رئيس وزارات ثم تلتها تقديم استقالة لرئيس الجمهورية أصبحنا الآن لا نعاني من فراغ دستوري إنما أصبح الدستور الآن على جنب الآن الطبقة السياسية تتحرك بدون أي قوانين دستورية وبدون أي توقيتات ولا أي شيء الآن مجرد هي يعني شخصيات سياسية يعني تسمى سلطة وليس يعني حكومة لذلك أنا يعني أقول أن هذه الفرصة مناسبة جدا بالنسبة للي قادة التظاهرات لإعلان مؤسسات سياسية تكون بديلة عن هذه المؤسسات التي انهارت نحن لدينا ثلاث مؤسسات أساسية تهيئة سياسية رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان والآن من هذه الثلاثة بقيت واحدة وهذه الواحدة تتخبط ولا تعرف أي صورة حل لهذا الحرج السياسي الموجود الآن الوقت مثالي لقيادات هذه التظاهرات لبناء مؤسسات بديلة وتحاول من خلال هذه المؤسسات الحصول على الاعتراف الدولي والشرعية الدولية وتقدم نفسها للعالم بأنها هي الممثل الحقيقي للشعب العراقي وأنا أقول حقيقة هؤلاء المتظاهرين هؤلاء الذين يتكلمون باسم الحراك هم فعلا يمثلون الشعب العراقي كون أن كل الخطة التي عرضتها هذه الأحزاب الفاسدة قالوا لا ولم يختلفوا على اسم أي فاسد من الفاسدين ولم تكن تصريحاتهم متضاربة فهو تمثيل حقيقة عن الشعب العراقي أنا أقول يجب هؤلاء المتظاهرين أن يستمروا في منوالهم وأن يرتفعوا بمستوى تحركهم ويجب أن يكون هناك الآن تمثيل سياسي من خلال هذه المؤسسات المقترحة نعم دكتور رافع الفلاحد يعني هذا الآن وقوف المتظاهرين في هذه النقطة المكانية في هذه النقطة الزمانية وعدم أيضا خطوتهم خطوة أخرى كما ذكر أستاذ نظير أنه يجب أن يقدموا بديلا سياسيا مؤسسات وما إلى ذلك ويسعون الاعتراف طبعا بهذه المؤسسات التي يقدموها هذا الوقوف في هذه النقطة الآن الزمانية والمكانية مقصود مبرمج من قبل المتظاهرين أم قد تكون هذه الحالة مملات عليهم بسبب تعقيدات الوضع ظروف العراق الموجودة أيضا شراسة الهجمة التي يتعرض لها المتظاهرون أستاذ ماجد في فلسفة ما حصلة الثورة أو في إطارها هذا علينا أن نقول كما قال أخي الدكتور عبد الحميد أنه شباب هؤلاء الذين قادوا الثورة وطلبوا عماد الثورة في الحصائيات الدولية تحدثون عن أن الشعب الحيوي هو الشعب الذي يمتلك أكبر كتلة من الشباب حقيقة العراق واحد من بين أكثر خمس دول في العالم حيوية بهذه القياسات الشباب اللي يريد نسبتهم 65% إذا ما قصنا الشباب من 14 إلى 25 الشباب يتحدثون عنه وهو أكبر من هذا الرقم لكن الشباب اللي أعمارهم من 14 إلى 18 سنة نسبتهم 43% والشباب إلى 25 سنة نسبتهم 65% ثورة شبابية إذن ثورة كلها حيوية يعني عامل الحيوية وعامل التجدد وعامل الرؤية الصحيحة والرؤية المستقبلية موجودة في هذه الثورة هذا واحد من عوامل من سمات الثورة الناجحة هذه الحيوية وهذه متوفرة في هذه الثورة النقطة الثانية واللي حضرتك تسأل عنها يعني طوال الفترة الماضية كان هناك جدل كثير يحدث وحاديث كثيرة لماذا لا تقدم هذه الثورة مرشحيها نعم لماذا لا تقدم مرشح لرئاسة الوزراء نعم والبعض كان يعارضوا والبعض يقبل لكن مع مرور الوقت أنت تكتشف أن هؤلاء الشباب هذا الجيل الحيوي هذه الطبقة الحيوية كانت لها كل الحق في أن لا تطرح اسما أو أسماء لمرشحين من شركاء المليا السياسية من شركاء وغير مشركاء لم تطرح أي اسم وقالتها بشكل علني نحن غير معنيين تماما بطرح أسماء من هذا النوع لماذا؟ يعني لو كانت قد طرحت أي اسم لكان واضح من البداية والكثير سيتقولون إذن القضية قضية هذه الثورة وتبديل شخص بشخص إذن قضية شخصية بدلوا عادل عبد المهدي جاءوا بشخص آخر وانتهت الثورة هذه نقطة الأولى النقطة الثانية هم كانوا يدركون وبعضنا لا يدرك أن هؤلاء الشباب يدركون جيدا أنه طرح اسم واحد ستتبناه العملية السياسية كلها يعني الآن لو طرح اسم أنا واثق لو طرح أي اسم من قبل المتظاهرين ستتبناه كل القوى في العملية السياسية ستقول موافقون نحن نوافق على هذا الاسم وليأتي يكون رئيسا وزراء لكن هل يستطيع أن يعمل؟ ستعمل كل هذه القوى كدولة عميقة لإسقاطه وهذا حدث في دول كثيرة سيحدث في العراق بشكل كل الميليشياء كل القوى السياسية ستعمل كدولة أسحبوا إلى نفس اللعبة والمحددات التي تعمل إما أن يكون معهم وبالتالي وسينصاع لهم وهو مرشح الثورة وخلص ما يريدون أو يسقطونه يسقطونه أخلاقياً سياسياً بأي طريقة وسيقولون هذا مرشحكم لم يستطع أن يفعل شيئاً ولنعود إلى المربع الذي كنا فيه وتركوا الأمور لنا مثل ما يقول بعضهم أنه لدينا سياسين محنكين نعم قالها أحدهم أنه سياسين محنكين ولا أعرف ما يعني ما شكل هؤلاء المحنكين الذين يصفهم هل في وزارة الخارجية مثلاً إبراهيم الجعفري هو المحنك هذا الكبير أم المالكي محنك أم العبادي أم يعني ليقول لنا الكل الكل من هو المحنك الذي قاد العراق إلى هذا الفساد وهذا الخراب وهذا الدمار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وكل النواحي والذي يجعل الشعب العراقي يخرج كله ضد هذه الطبقة إذن هذه الطبقة ليس فيها لا سياسة ولا منطقة ولا يعني هل معقول هذا البقاء إلى ما للنهاية بهذه الطريقة؟ دعني المتظاهرون في الساحات العامة في الميادين يرفضون أي شخص قادم من العملية السياسية وخارجها دعني أكمل يا عمي من الأي الفكرة الصراع يدركه ذول الثوار أدركوه هؤلاء بعقولهم المتفتحات أدركوا أن الصراع بين إراتياً هذه الأرادة تمثلها طبقة يعني دكتور الثوار الآن على وعي تام أو هم الآن في يعني يديرون الصراع يديرون الصراع أثبت واقع الحال يديرون الصراع أثبت واقع الحال يديرون الصراع لو لم يكونوا يديرون الصراع لكانوا رشحوا مرشحين لو كانوا استجابوا لقدموا طلبات مثل ما طلب منهم يعني ألم ينزل الحلبوسي وغيره وقال لهم كتبونا طلبات لم يستجيبوا لهذا الموضوع وكل الضغوطات التي جاءتهم بالقتل والتهديد وقدموا هذه التضحيات لكانوا استجابوا لم يستجيبوا للتهديدات لم يستجيبوا للمغريات لم يستجيبوا لكل هذه القضايا يعني مثل ما يقولون نحن قافلين على الهدف يعني هدف عندهم ويجب أن يصلون إلى هذا هذا الهدف يتمثل في إسقاط كل هذه العملية هم يعرفون من البداية أن رئيس وزراء جديد يحتاج إلى طبقة سياسية إطار سياسي جديد وهذا الإطار السياسي الجديد غير متوفر الآن فهم يديرون صراعا بهذا الشكل وصولا إلى الحالة التي يقتنع فيها العالم كله والآن بدأ يقتنع الآن العراق غير عن السابق يعني إذا نتحدث عن العراق قبل واحد عشرة والعراق ما بعد واحد عشرة إعلاميا وسياسيا واهتمام بالعالم كله غير تماما تماما العالم الآن مهتم بالعراق عراق فيه شيء شيء كبير لذلك قلنا أن المعادلة فيها رقم صعب الآن ظهر هذا الشعب الآن بين الشعب وبين كتلة مهما كان عددها ما قد تقول لي عدد دولار السياسيين بالعملية السياسية مليون خمس ملايين شعب العراق أربعين مليون والخارجين بالساحات يمثلون أربعين مليون إذن هؤلاء لا يمثلون الشيء بصراع الإرادات كل القوى الدولية مهما كانت مصالحها متفقة مع الخمس ملايين أو المليون ستتفق مع الأربعين مليون لأنها لا تستطيع أن تدفع بهؤلاء لحكم هؤلاء مهما فعلوا يعني يستطيعون الآن إنهاء الثورة يستطيعون لكنها لن تنتهي يستطيعون أن تعبر الجسور الآن قوات من الأمن والميليشيات وتقتل عشرين ألف تعمل مجزرة لكن هل ستنتهي الثورة؟ هل سينتهي هذا الحراك؟ أبداً سيزداد وسعيره والنار ستزداد وستأكلهم وهم يدركون هذه الحالة لذلك يحاولون الخطف والتخويف عمليات تخويف أو عمليات غراء الجزرة والعصى هذه القضية لعبوها طوالة لتشهر ويبدو لحد الآن لم تثمر عن أي شيء فشلت وستفشل فبالتالي أنت أمام صراع إرادات حقيقي والثوار في ساحة التحرير يديرون هذا الصراع أي من الطرفين نفسه الأطول تعتقد؟ الشعب أكيد بالتأكيد لذلك قلت هذا الشعب حيوي وقابليته حيوية واستطاع أن يستقطب الجميع إلىه بسلميته بوقوفه بتفكيره برؤيته الطيبة بعدم طائفيته بعراقيته بكل هذه الأشياء بأخلاقه العالية بثقافته العالية استطاع أن يكسب الشعب هؤلاء أثبتوا أنهم مجموعة من القتل المجرمين يحاولون إحداث أي شيء وبأساليب معروفة جداً حرق هنا واتهام الآخرين وشغب وتسلل هذا لا يمكن قبوله وبالتالي سينحاز العالم كله لصالح هذه الثورة لصالح هذا الشباب لأن الحاضر والمستقبل لهم لا يستطيع أحد أن يوقف هذه الصورة الآن وهذا هو صراع الإرادات يمضي بهذه الطريقة سنتحدث طبعاً عما ما هو المأمول ما المتوقع لهذه الثورة أن تقدمه خاصة وأنها ثورة مختلفة عن كل الحراكات الشعبية التي سبقتها نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش هنا في هذه الحلقة عن طورة حوار عن المطلوب وطنية من ثورة تشرين في المرحلة القادمة ابقوا معنا اشتركوا في القناة الرافدين الفضائية استقبالوا بث القناة على مدار القمر نايلسات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في المطلوب وطنية من ثورة تشرين وإن تقف هذه الثورة بعد ثلاث أشهر على تفجرها وتقديمها ألاف الشهداء والجرحض وفي الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والأستاذ نظير القندوري دكتور عبد الحميد العاني يعني واحدة من المنجزات التي يذكرها المؤرخون أو الموثقون لهذه الثورة والمتابعون ليومياتها أنها الحقيقة عمقت مأزق العملية السياسية وشركاء العملية السياسية الآن العملية السياسية في حالة تخبط في حالة تيه في حالة ضياء عدم حتى التفاق فيما بينهم على رؤية معينة للتعاون مع هذه الثورة فعلا هناك مأزق لهذه العملية السياسية ملامح هذا المأزق بالتأكيد مأزق كبير جدا ويعترف به هؤلاء رغم أنهم يعترفون سابقا بمأزق العملية كلها وأنها قد وصلت إلى طريق مزدود لكن هذه الثورة اليوم حقيقة فضحت هذا الأمر بشكل أكثر وضوحا واضطرت هؤلاء أنه يكشفوا كما يقال عن جميع أوراقهم إلى الآن لم يستطع هؤلاء التوافق رغم أنه طبعا هذا ليس مطلبا جماهري ليس مطلبا ثوريا اختيار مرشح بديل على عادل عبد المهدي لأن كما ذكر الدكتور رافع قبل قليل القضية قضية ليست قضية أشخاص وهذه أيضا مسألة تدلل على وعي هذه الشريحة وشريحة الثوار أنهم لن ينجروا إلى هذه الخديعة خديعة أنه تغيير الشخص أو اختيار شخص بديل عن عادل عبد المهدي على غيره فالقضية ليست قضية أشخاص وإنما قضية إطار هنا هؤلاء رغم هذه القضية أنهم إلى الآن هؤلاء الأحزاب لم يستطيعوا إلى الآن التوافق على شخص معين أو شخص واحد فيما بينهم إلى الآن كلما رشحوا واحد يترض عليه الآخرون وبينهم التنافس بات أو الاحتراب أو الصراع بات فاضحا جدا وأيضا بات فاضحا ومكشوفا انحيازهم إلى الدول الداعمة التي هي إيران وأمريكيا يعني راعية المشروع وأصحاب المشروع الأساسي هذا أمر الأمر الآخر الذي هو أيضا هذه الثورة هي كشفت زيف ما يسمى بالدستور وبمناسبة اليوم نتحدث الكثير عن ما يسمى بالفراغ الدستوري طبعا هو هذا مصطلح سياسي لكن لو جئنا إلى واقع الأمر العراق يعيش في فراغ دستوري من أذر 2003 إلى الآن كتبوا شيئا سموه دستور لكن هل هو موجود حقيقة هل هنا هل العراق اليوم يحكم منذ 2003 يحكم بالدستور أم يحكم بأحزاب سياسية تتوافق مصالحها وفق ما تريد أيضا مصالح الدول الراعية للمشروع اللي هي أمريكيا وإيران هذا المشأ الذي يسمونه اليوم دستور الذي كتبوه هم يتخذونه فقط غطاء لممارسة جرائمهم وفسادهم ونهبهم له أو يعني ممارسة كل ظلمهم في العراق لكن فيه بعض الفقرات التي ربما لما يلجأ إليها بعضهم يقولون هذه مختلف فيها وهذه تؤجل وهذا ولذا رأيناهم أيضا في صراعهم هذا بعضهم يرمي بالكرة على البعض الآخر فهذا إنجاز كبير من إنجازات هذه الثورة لذا نعود إلى النقطة الأساسية هذه الثورة ليست على منصب وليس على شخص وليس على تبادل مصالح أو لأجل حزب أو فئة معينة إنما هي الثورة ضد الإطار الكامل ضد العملية السياسية بما فيها هذا الذي يسمونه دستورا الذي يتحاكمون إليه حينما يشاءون ويتركونه ويهجرونه حينما يريدون نعم طبعا على ذكر قضية أن هذه الثورة صحيفة نيويورك تايمز البريطانية تقول في طبعا في افتتاحية لها أن ثورتين العراق ولبنان تشكلان خطرا وتحديا مباشرا لنفوذ إيران في المؤسسات السياسية في هذين البلدين أستاذ نظير القندوري العملية السياسية على رغم من تخبطها وعلى الرغم من الاحتراب وحالة الصراع والتيه لكنها الحقيقة لم تعدم وسيلة من وسائل أو ألعوبة من الألعاب لمحاولة الانتفاف على الثورة لشق صفوف الثوار تشكيل مفوضية انتخابات تعديل أو سن قانون للانتخابات جديد هل تعتقد أن هذه الألعاب ممكن أن تجد عقول آذان صاغية من المتظاهرين وتتقبل ويتفاعل معها بعد هذه التجربة تجربة 17 سنة وتجربة 3 شهر يعني أنا أعتقد أن هذه الألعاب لن تنتهي وربما كما قال دكتور رافع يعني لا تنقصهم الحكمة والحنكة بل هما ليسوا من الحكمة والحنكة فقط إنما يفتقرون إلى حسن الأدب ويمتازون بقلة الأدب يعني البارحة أنا رأيت لقاء مع أحد النواب من العصائب أظن اسمه عدي عواد من العصائب تفوه بكلام لا يقوله يعني إنسان فاسق يعني يقول أن هذا الرئيس جبان وهذا يعني غير جدير بالرئاسة يفسق في وجهه بل إيه نكر أنه يجب الجميع أن يفسقون في وجهه يعني بالله عليك أنه هذه الطبق السياسي بهذا المستوى من الضحالة وبهذا المستوى من قلة الأدب وتريد منهم أن يبنون دولة طبعا لا حديث بين الشركاء وشريكم كيف سيكون التعامل إذن مع الخصور؟ نعم نعم هذا أقول يعني هذه الألعاب لن تنتهي ومن حسن لطف الله بنا بأن هؤلاء الشباب قد فطنوا إلى كل هذه الألعاب لذلك كل الألعاب التي يعني يخرجونها كل يوم وفطة جديدة وسلوب جديد يرفضها الشباب المتفضين سواء المفوضية أو قانون الانتخابات الجديد الذي هو أيضا قانون ملغم وقادرين هذه الطبقة السياسية أن تمر من خلال تزوير تمر أعضاءها هؤلاء الجميع مرفوضين من قبل الشعب العراقي لكن مع ذلك يعني أنا أقول أن المنتفضين لا يمكن أن يبقوا فقط في مربع الرفض هم خرجوا لإزالة هذا النظام لا لإزالة رئيس وزراء أو بالذات عادل عبد المهدي أو برهام صالح أو أي شخص إنما هذه المنظومة كلها خرجوا لإزالتها وبالتالي لنفترض جدلا أنه تم إزالة النظام السياسي تماما من سيبقى؟ ستبقى الميليشيات وتبقى قطعات الجيش العراقي وهذه لا يمكن أن تكون دولة بل ستدخلنا في أزمة عسكرية وحرب أهلية أنا أقول وأعيد وأكرر دائما يجب أن المنتفضين العراقيين الذين هم يمثلون الشعب العراقي أن يؤسسوا مؤسسات بديلة أنا لا أقول أن يرشحوا رئيس وزراء من عندهم ليدخل بنفس هذه العملية الآسنة بالتأكيد سيكون مثلهم يعني بعد أيام سيندرج بهذا الأسان أستاذ نظير الحقيقة لحد الآن المجتمع الدولي يعني الحقيقة عملية التفاعل أو التفهم أو التواصل مع المتظاهرين يعني لم لحد الآن ليست بالمستوى المطلوب ليست كما كانت مع معارضات وثورات قامت في دول عربية حتى عمليات القتل والاغتيال المستمرة الموقف الدولي أوكي مندد شاجب قلق لكن الحقيقة لحد الآن الموقف لم يصل إلى عملية ردع الميليشيات ووقف عملية الاغتيال صحيح أنا أقول لك يعني لو نستعرض يعني شيء من التاريخ الحديث وتاريخ الشعوب لم تكن هناك ثورة دعمت مئة بالمئة من الخارج ولا كانت أسباب نجاحة دائما هي من الخارج دائما المبادرة هي من الشعب والقيادة هي من الشعب ومن ثم يصلون إلى مرحلة يأتي تأييد الدولي ليس حبا بهم إنما ليحبا بمصالحهم الدول تدعم يعني بالمراحل الأخيرة لانتصار الثورات لكي تثبت موقف على المستقبل تستفيد منه أنا أقول الشعب العراقي وإذا توج انتفاض هذا بأنه أسس مؤسسات سياسية وبدأ يتحرك بشكل سياسي والانتفاضة مستمرة ستأتي الدول التي لديها مصدحة في العراق صاغرة إلى هؤلاء الشباب لكي تتفاوض معهم على النظام السياسي القادم وإلا أنا أكتفي فقط في ساحات الاعتصام وأرفض الخطط الحكومية وبعد ذلك ماذا يكون يعني أنا أقول أن العراقيين ينتظرون من هؤلاء الشباب البديل يعني أنا لا أريد هذا النظام السياسي أن يبقى يسألوني الناس وما هو بديلك يجب أن يكون هناك بديل جاهز والشعب العراقي لا تنقصوا الخبرات لإيجاد البديل الناجح لدينا من السياسيين لدينا من الخبراء لدينا من الدكاترة والكفاءات كل الكفاءات موجودة قادرة على رسم نظام سياسي جديد يحقق العدالة الاجتماعية يحقق السيادة يحقق الكرامة لهذا الشعب بدل ما امتهنوها هؤلاء وجعلونا يعني سب للعالم يعني أمرنا مرتهن بدولة مجاورة انتهكت كل السيادة انتهكت كل مصالح الشعب العراقي هؤلاء الشباب وهؤلاء الكفاءات قادرين على إقامة نظام سياسي جديد أنا أقول لو استمر هؤلاء الشباب سيأتي الدعم من الخارج يأتي في مراحله الأخيرة ليس حبا بالشعب العراقي نعم إنما حبا في مصالحهم المرتبطين فيها في العراق نعم دكتور رفع هذه الثورة الحقيقة الثورة لم يكن متوقع لها أن تستمر ثلاثة أشهر قدمت آلاف الشهداء وآلاف الجرحة هناك طبعا اهتمام وذكرت أنه أعادت هذه الثورة العراق إلى صدارة الأحداث سياسيا وإعلاميا وهي مختلفة عن كل حركات التي جرت من 2003 إلى اليوم هل يتوقع لها أن تقدم شيئا ملموسا لقضية العراق وشعبه طيب مرة أخرى نتحدث في فلسفة ما جرى الآن اللي أسمع من أستاذ نظير واللي من دكتور عبد الحميد ومني الآن هذا كل الحديث هذا يدلل على أنه هذه الثورة أحدثت شيء كبير جداً جعلنا بالآراء ربما نتفق أو نختلف بالتالي نبحث عن مخرج أو رؤية تؤدي بالثورة لتحقيق أهدافها وكل الآراء ربما تكون صحيحة لكن في فلسفة ما حدث ويحدث وصولاً إلى سؤال حضرتك يعني هم مش رح يسوي مش رح تقدر الثورة تسوي الثورة من البداية طرحت نقطتين أساسيتين قالت أريد لا أرشح أحداً للوزارة ما لي علاقة بهذا الموضوع يعني هذه خطوتها هي معبثاً واقفة الآن هم لديهم بيان بيان اللجنة وضم التظاهرات في هذا الإطار قضية التام يعني هم معبثاً هذا الوقوف ليس عبث وليس جمود وليس عدم قدرة لا هم قالوا نحن نريد من هذه المرحلة هم يدركون أن الطبقة السياسية هذه الإطار السياسي يجب أن يزاح لكن كيف يزاح هذا الإطار السياسي أنت سلمي لكي تزيح هذا الإطار السياسي عليك أن تمتلك قوة إما قوة عسكرية وقوة دولية تدعمك بعسكرية وتزيح كل هذه الطبقة السياسية وانقلاب وتؤدي وهذا الموضوع مطروح هذا الموضوع آخر لا مؤشرات عليه في الوقت الحاضر أبداً ما موجود الخيار الثاني الحراك شعبي وسلمي ويبقى سلمي هم طرحوا من البداية قالوا نريد قانون انتخاب ونريد مفوضية طرحت محاولات اللعب عليهم محاولات اللعب على الثورة واضحة هي وهم قالوها طرحوا أسماء لقضاة والقضاء الذولة كشفتهم الثورة ومباشرة قالوا فلان وفلان 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 تابعين للحزب الفلاني وأشكالهم إذن هم موافقين عليهم وسعاد النظر بها مرة أخرى وطرحوا قانون للانتخابات وأيضاً موافقين عليه ورفضوا وسيرفضوا وسيعاد مئة بالمئة بالتالي هم اللي رايدي يريدون قانون الانتخابات وقانون مفوضية يذهبون بها سلمياً إلى انتخابات يرشح رئيس وزراء من أيه كان يدير فترة انتقالية لمدة ستة أو سبعة أشهر أو ثمانة أشهر سنة وبالتالي يذهب إلى انتخابات في الانتخابات عندما تقصقص أجنحة كل هذه القوى لذلك هذه القوى رافضة تحاول اللعب بالقانون لأن تعرف مقتلئ به إذا وضعوا قانون مثلما تريد الثورة سيخصرون كل شيء لأن هذا الشعب انتهت الثقة بينهم وبين هذه الأحزاب وبين هذه القوى منتهية نهائياً واليوم والبرحة شفنا حتى التظاهرات بدأت الآن تتحرش بمقرات الأحزاب يعني من يريد هذه الأحزاب نهائياً وللتافات كلها تقولون يريد بلد بدون هذه الأحزاب حتى صحيفة العرب الجديد عن يوم الجمعة تقول أنه ساحات ومادين تظاهر في العراق تستعيد زخمها الأول وأيضاً التجديد أو تكرار التنديد بالتدخل الإيراني نعم فبالتالي أنت ستذهب إلى انتخابات مبكرة في الانتخابات المبكرة إذا كان هناك إطاراً قانونياً للانتخابات لهذا القانون للانتخابات صريح مثلما تريد التظاهرات لن يستطيعون أن يفعلوا شيئاً وسينتصر الثوار عندما ينتصرون هم الذين سيحددون شكل الحكومة شكل النظام طبيعة النظام تحركات النظام وتوجهاته ذاك الوقت القوى الدولية وقوى الدنيا كلها ستساند حكومة شرعية منتخبة بهذه الطريقة تستطيع أن تضرب بيد من حديد للميليشيات والقوى القارجة كل هذا اللي يتحدث به لكن أن يتحركون الآن ويسوون هيكل سياسي لمواجهة هيكل سياسي آخر والدخول في صراع سياسي من هذا الطريق سيخسر الثورة هم يريدون الآن قانون الانتخابات ومفوضية نزيهة تضمن ذني الاثنين تضمن الثورة نجاحها بالطريق السلمي اللي تريده بالتالي سيذهبون إلى انتخابات مبكرة وسينجحون فيها مئة بالمئة سينجحون لأن الشعب كل ضد هذه والشعب واعي جداً الآن تقول لهم قاضي يقول لك هذا تابع هم يعتقدون أنه الناس ما تعرفهم لكن الناس كاشفة كل شيء وكهناك إضاءة عالية جداً على كل الشخصيات ميليشياوي ما عرف منه لا يمكن وبالتالي أنت ما تستطيع تثبت يعني أقصد تضبط كل الأشياء ربما بالوضع الجديد سيفلت هنا وسيفلت هنا هناك يعني نقاط سوداء لكن تستطيع أن تزيلها مع مرور الأيام لكن بالوضع العام بالمجبن العام سيحققون أهدافهم باتجاه رسم الخطوات لإخراج العراق من بين فك هذه القوى كلها هذا التصور الفلسفي والعقلاني لهذه الثورة وهو المطلوب منها في المرحلة الحالية ممكن إلي حق الرجل طبعا طبعا دكتور عبد الحميد العاني حتى نحن في الدقائق الأخير راح أخذ الخطاب معك يعني هذه الثورة ما المطلوب منها وطنيا الآن وفي المرحلة القادمة حتى تبقى على زخمها تبقى في وجدان الناس تبقى هي الأمل وتبقى هي أيضا الرهان بالنسبة للشعب العراقي وأيضا حتى في شعوب المنطقة المحبة والمهتم بقضية العراق نعم قبل حق الرد لأننا لا أرى أن هناك تعارضا أيضا بين الرأيين الدكتور يتكلم عن مرحلة قضية مرحلية وربما نتكلم أيضا عن القضية الأمنية اليوم نعم ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل هو حل من الحلول وهو مطلب أيضا من الثوار طبعا مع إضافة شيء بسيط جدا أنه أن لا تجري هذه الانتخابات في ظل سيطرة وهيمنة هذه الأحزاب وميليشياتها لا بد أن يكون هناك انتخابات حقيقية فهذا مخرج من المخارج لكن أيضا في نفس الوقت إضافة إلى هذه القضية ومحافظة هذه هؤلاء الثوار على أمنهم وعلى عدم إخراج شيء ربما يتخوف من ضربه لكن مع ذلك مطلوب أيضا أن يكون هناك ليس شرطا أن يكون جسم موازي لجسم العملية السياسية الموجودة لكن لا بد من إخراج أجسام حتى لو كانت متعددة لكن على الأقل متناسقة يعني على الأقل كمرحلة الآن طبعا ربما مطلوب أو الكثير يطلب من الثوار من الساحات إخراج متحدثين رسميين طبعا الكثير هم يعبرون عن رأي الثورة اليوم إعلاميا والكثير الحمد لله يعني يقوم بهذا الدور لكن ليس ناطق رسمي متحدث رسمي عن الثوار هذا مطلوب اليوم وإن كان فيه مخاطر أمنية طبعا وربما الخطر الدولي أيضا كما ذكر وأشار إليه أنه دكتور أنه لا يوجد حماية دولية هذا واحد اثنين تنسيقيات يوجد اليوم تنسيقيات والتنسيقيات اليوم التي تصدر بيانات تدلل على أن هناك وعيا سياسيا وعلى أن هناك تخطيط وحنكة وهناك ترتيب للمراحل القادمة ولكن أيضا نحتاج حتى نقفز وربما الوقت داهمنا أنه يحتاج إلى أنه يكون هناك تنسيق بين هذا التنسيقيات تنسيق عالي ثالثا هناك يجب أن يكون هناك تحرك سريع جدا بين هذه التنسيقيات وبين القوى الوطنية الموجودة والتي لها دور من بداية الاحتلال في رفضها للاحتلال ورفضها للعملية السياسية هناك طبعا موجودة يعني هذا إذا لم يحدث هذا التنسيق والتواصل يعني يكون قد تأخر كثيرا الحقيقة أنا أتكلم عن وجود موجود تنسيق لا يعني كثيرا عن ولادة شيء أنه يجب أن يكون هناك يوم نحن بحاجة إلى أن يولد شيء حتى يكون هناك شيء مقنع للجماهير على أنها تستمر في ديمومة هذه الثورة وعلى دعمها والتفافها حول هذه الساحات وأيضا يحراج فيه للعالم لأنه كما ذكرت الأستاذ نظير والدكتور أنه لا يوجد اليوم دعم خارجي نعم يجب أن يكون هناك إحراج للمنظمة الأممية للدول الخارجية على أنه يجب الالتفاف إلى الشعب العراقي هؤلاء يعبرون وهذا الحقيقة يعفحوا فكرة أستاذ نظير رح نخليه ربطه عن قضية أنه هناك يجب أن يكون هناك شيء ملموس لكن هناك أجسام ملموسة حتى الناس تتفاهم معها تلتقي بها غير معقول أنه اللقاء يكون مع آلاف المتظاهرين مع الانتباه لشيء مهم أنه اليوم الثوار هؤلاء أحرجوا هذه الأحزاب السلطة اليوم أحزاب السلطة لما تحاول لرغم أنه لعب ومحاولة الالتفاف لكن لما هي تحاول على الأقل تقديم شيء من التنازل وتحاول نوع من الترقيق فمعناها أن الثوار هم قد أحرجوا هذه العملية السياسية ووضوعها في هذا ولذلك يجب الاستمرار عليها وعدم الانخداع بأي ترقيق سيد نضيد فضل أنا كنت أود أرد على فقط جزئيات من ما ذكر دكتور رافعي يقول أنه من خلال هذا القانون الانتخاب من خلال هذه المفوضية نستطيع أن نخرج طبقة سياسية هي بعد ذلك تعدل وتصلح وهو سيناريو جيد لكن أنا فقط أن أريد أن أسأل في أي نظام قادم جديد نظام عادل نظام يعطي الحقوق للآخرين ويحاسب الموسيقى هل تتوقع مثل هذه الطبقة السياسية تعمل على فرز مثل هكذا نظام عادل يعني هل تعتقد أن السارق يأتي بنظام حكم يحاسبه ويزجينه يعني من أجل سرقاته هل تعتقد أن القاتل ومن تلوثت يده بدماء العراقيين يصدر نظام جديد أو يساعد على إيجاد طبقة سياسية جديدة تحكم عليه على الأقل بالإعدام لأنه قاتل أنا أعتقد هذا الأمر غير ممكن وهذه الطبقة السياسية لن يكون لها مخرجات نستطيع من خلالها الوصول إلى نظام سياسي عادل ويتقدم بالبلد ويحاسب المسيئين والقتلة هذا الأمر غير ممكن أنا عندما قلت أنه يجب أن تكون هناك مؤسسات موازية هذا على اعتبار بديلة وليس موازية الحقيقة نعم لماذا؟ لأن المؤسسات النظام نفسها انهارة نحن نتعامل الآن مع النظام الهارة إن كانت هناك مؤسسات بالأصل نعم نعم الآن النظام السياسي الحالي انهار يعني هو لم يبغى فقط الحلبوسي يعني ماذا يفعل؟ ربما بعد أيام هو الآخر يقدم استقالته نحن نتعامل مع نظام أرجو أن ينتبه من يشاهد الآن النظام السياسي أقول السياسي وليس الميليشياوي السياسي انهار لذلك يجب أن تكون هناك مؤسسات بديلة تمثل الشعب العراقي تتكلم باسم الشعب العراقي هذا البرلمان لا يتكلم باسم الشعب العراقي ولا الرئاسة الوزراء ولا الرئاسة هؤلاء لا يمثلوا الشعب العراقي وكلنا نعلم كيف جاءوا إلى مناصبه هذا بعملية تزوير كبرى في انتخابات السابق ومقاطعة 8% نعم لذلك أنا يعني يجب على المتظاهرين لا يندرجوا بالخطط والأعيب التي يقوم بهذا النظام لأنها لا تؤدي إلى نتيجة ملموسة حتى هذا قانون انتخاب في ظاهره أنه انتخابات فردية ومناطقية وكذا بأنه الأمور كلها تمام لكن هناك ملايين الألغام في هذا القانون يستطيعون إعادة تدوير نفس عناصرهم ويكفون المواطنين الحقيقيين لذلك أنا أقول يجب أن نعطي ظهورنا لهذا النظام السياسي بالكامل ونلتفت إلى أنفسنا ونحاول بناء هذه المؤسسات عبر مجلس وطني ينبثق مننا حكومة مؤقتة تحاول التواصل مع دول عالم لكسب الشرعية تحاول أن تتواصل مع المنظمة الأمم المتحدة لكي تكسب تكلم باسم العراق وأخذ المقعد الأممي ربما البعض يجيب أنا طرحت هذا في مواقع التواصل يقول كيف ستؤمن سلامة هؤلاء أنا أقول العقل العراقي عقل مبدع هذه التظاهرات كلها أبداعات هم قادرون على إدارة شماعاتهم من خلال برامج التطبيقات التي موجودة على الموبايلات ويستطيعون تأمين سلامتهم بشتى الطرق ويستطيعون الوصول إلى قرارات ومخرجات رائعة من خلال هذا العقل العراقي خلاق وإلا البقاء فقط برفض هذا القرار ورفض هذا الشيء هذا الأمر لا يؤدي إلى نتيجة واضح دكتور دكتور عبد الحميد قضية أنه لحد الآن بعد ثلاثة أشهر ليس أو يتمنى أن يكون هناك تنسيق بين المتظاهرين الشباب وبين القوى الوطنية صاحبة التجربة التجربة في مناهضة الاحتلال مشروع الاحتلال قوى وطنية منذ عام 2003 إلى اليوم يوجد تنسيق بالمناسبة هل هناك تنسيق؟ هل هناك تنسيق؟ طيب ما المأمول من هذا التنسيق بين القوى الوطنية وبين هذه التظاهرات هل تعتقد أنه سيفضي إلى شيء على اعتبار أنه الشباب سيستمعون إلى هؤلاء الشيوخ في قضية المناهضة أو مقارعة الاحتلال ومشروعة؟ أولاً هذه مهمة تبقى على الجانبين تبقى على القوى الوطنية وعلى قوى الشباب هذه مهمة متبادلة ومهمة تقع يعني مسؤوليتهم اثنينهم يعني ليست مسؤولية الطرف واحد ليست مسؤولية الثوار أن يتفاعلوا ويجدوا هذا وليست مسؤولية الطوى الوطنية فقط أقصد يعني اثنينهم لا موجود تنسيقيات مثلما يتحدث دكتور عبد الحميد وهي أكيد موجودة تنسيق معهم فبالتالي لابد أن تفضي عن شيء دعني أقول لك بشكل سريع أنه لا أحد يأمل من هذه الحكومة ولا من العملية السياسية أن تقدم شيئا للثورة أبدا لم نقل هذا الكلام لم نقل أبدا هذا الكلام ولن نقوله والثوار بالساحات يعرفون هذه الحقيقة يعرفون هذه المسألة لذلك هم قالوا نريد قانون الانتخابات وقانون ولسهوا لنا شيء آخر وإذا تقدرون تحصرون السلاح وبالتالي وانتخابات الأمم المتحدة تشرف عليها والمجتمع الدولي نريد هم يريدون أن يقطعوا أجنحة هؤلاء لذلك الآن الصراح هو هذا موجود لذلك هذه القوى قوى العملية السياسية ترفض هذا الموضوع لو كان في هذا الموضوع حياتهم مهما يقدموا لكان وافقوا عليه يعرفون أن فيه نهايتهم ذلك هم غير موافقين غير قابلين بهذا الموضوع لا يقبلونه يحاولون الآن بالميليشيات والقتل والذبح والقرارات والاعتقالات إيقاف هذا الموضوع هذا لن يتوقف وصولا إلى هذا المجتمع الدولي سيسمع لك لا بأس أن تكون لديك إطار سياسي تحرك يعني ربما آسف سامحني أشكرك دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وأشكر أيضا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وأيضا شكرا لأستاذ نظير قندور الكاتب الباحث السياسي والذين كانوا هنا في طاولة حوار لمناقشة أين تقف ثورة تشرين الآن وما هو المطلوب منها وطنيا في المرحلة الحالية وأيضا في المستقبل وشكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة